برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 وذي يأتي استجابة للتوجهات الملكية السامية يرتكز على ثلاث محاور رئيسية لتحقيق التعافي الاقتصادي للحديث أكثر عن البرنامج نصدي في الاستوديو الخبير الاقتصادي دكتور ماهر المحروق دكتور ماهر يعطيك العافية يعني بداية تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال جاء ضمن محور الاستثمار في البرنامج بحسب اطلاعك على الخطة كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل المشاكل الكثيرة التي تواجه الاستثمار من تعدد المرجعيات سيد الكريم بداية الخطة الاقتصادية التي تم عرضها على جلالة سيدنا خلال في جلسة مجلس الوزراء بالأمس بتتضمن تحقيق ثلاث أهداف فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار وتشجيع الصادرات والهدف الرئيسي الذي تركته للأخير بس هو رئيسي وهو تمكين القطاع الخاص الوسيلة الوحيدة اليوم لحتى نقدر نحقق نمو اقتصادي قادر على امتصاص الزيادة المرتفعة في معدلات البطالة هو تحفيز الاستثمار وهذا يجب أن يتم من خلال تهيئة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتمكين مؤسسة أو هيئة تجيع الاستثمار حتى تكون قادرة على تنفيذ هذه الرؤية بالنسبة للهيئة تحدثت عن الهيئة هل ما يمنع بإعطاء هذه الهيئة صلاحيات مجلس الوزراء؟ أعتقد هذا القرار قد يكون هو اليوم نحن في حاجة ماسي بصراحة لتمكين الهيئة بأي وسيلة كانت حتى تكون قادرة على ممارسة دورها وإذا كان القانون لا يمنع من ذلك على الرغم أن مجلس الاستثمار يرأس دولة رئيس الوزراء شخصيا بس لا أعتقد أن القانون يمنع من ذلك وإن كان لا يمنع من ذلك فأعتقد هي خطوة قد تكون ضرورية على الأقل في المرحلة الحالية لعادة قاطرة الاستثمار إلى سابق عهدها أو إلى وضع أفضل مما كانت عليه بكل تأكيد البطالة هي مشكلة عابرة للحكومات بشكل عام ما الجديد الذي قدمته الحكومة في هذا البرنامج؟ الجديد الذي تتضمن الخطة الحكومية اليوم هو أولويات عمل الحكومة لا تسميها خطة لأن الحكومة كانت حريصة على عدم تسميتها خطة هي أولويات وبرامج عمل الحكومة تعكف على تنفيذها على مدار العامين القادمات أهم ما يميزها ويجعلها قادرة على امتصاص الارتفاع في معدلات البطالة التركيز على محور الصادرات ومحور الاستثمار وللأسف الشديد نعم وصلنا إلى أرقام غير مسبوقة في معدلات البطالة 25% معدل البطالة العام 50% أو أقرب إلى 50% بين الشباب ونحكي تقريبا في قتل القطاع النساء أو بطالة المرأة العام ونحكي على تقريبا 28 أو 27% فالأرقام هي أرقام بكل تأكيد مرتفعة بحاجة إلى جهد مميز ومعروف أنه حتى تكون قادر على امتصاص هذه الزيادة في معدلات البطالة لابد من أنه يكون فيه نمو اقتصادي حقيقي وصدقا الخطة اليوم اعتمدت على أهداف رئيسية جدا الصادرات والاستثمار اللي هم اليوم أهم عاملين بنعكسه على تحقيق نمو اقتصادي لأنه بدون نمو اقتصادي حقيقي في الاقتصاد ما راح يكون هناك تخفيض لمعدلات البطالة وهذا ما نأمل من الخطة اللي ارتكزت كما أشرت على تمكين القطاع الخاص لأنه احنا بنعرف اليوم أن الحكومة أو الدولة غير قادرة على تعينات واللي راجع جدول التشكيلات مؤخرا اللي تم إقراره من الحكومة فرص العمل الجديد اللي تم استحداثها في جدول التشكيلات بأي حال من الأحوال أنا بديش أقول يعني ستلاف بس لا يتجاوز عشر آلاف فرصة عمل بس احنا اليوم بنحكي القطاع الخاص هو اللي لازم يأخذ القيادي والمبادرة في عملية توفير فرص العمل وهذا ما حاولت الخطة اليوم أو الأولويات اللي تم طرحها من قبل الحكومة هو ما حاولت بصراحة عكسه من خلال التركيز كما أشرت على الصادرات لأن الصادرات تنعكس مباشرة على زيادة في الناتج المحلي وكذلك تشجيع الاستثمار المحلي وتمكنه وتشجيع واجد باستثمارات أجنبية جديدة طب هناك ألاف الأسر التي تستفيد من برامج الدعم مثل برنامج استدامة وبدون خلق وظائف جديدة وأيضا ثبات الوظائف إنها تصبح وظائف دائمة للأسر نسبة الفقر سوف ترتفع يعني كيف تم معالجة هذا الأمر في هذه البرامج سيد الكريم هو اللي ما تم طرحه في برنامج استدامة والمبادرات اللي اتمنتها الحكومة خلال فترة أزمة كورونا كاستجابة لأزمة كورونا اللي عصفت بالعالم كله هي كانت مبادرات في محاولة للتخفيف يعني يجب أن لا نعول أو نعتمد على مبادرات الضمان الاجتماعي والحكومة كحل دائم ومستمر وهذا حل مؤقت للخروج من الأزمة وقد تكون هذه الخطة بصراحة إذا بدي أطلع بنظرة عامة على الخطة قد تكون هذه الأولويات من أهم ما يميزها أنه تساعدنا في الخروج من هذا النفق اللي كان صعب على الاقتصاد الوطني وعلى كل الاقتصاديات العالمية بسبب جائحة كورونا صحيح طيب كيف سيدعم القطاع الخاص خطط الحكومة التي أكدت الحكومة أكدت أنها تعول عليه لإنجاح البرنامج القطاع الخاص إذا طلعنا على الهدف كمان مرة الهدف الأول هو تمكين القطاع الخاص لخلق فرص العمل تمكين القطاع الخاص القطاع الخاص دائما عندما يشعر أن هناك بيئة عمل مناسبة بيئة عمل محفزة هو دائما يسعى إلى تحقيق عوائد وتحقيق أرباح وهذه حقوق مشروعة لأي مستثمر ومدامت هذه الإجراءات تساعد وتبسط إجراءات العمل فبكل تأكيد القطاع الخاص راح يكون له دور وإحنا بنشوف أو شوفنا خلال برنامج عمل للحكومة في الفترة الماضية على مرحلة الإعداد زاروا معظم مؤسسات القطاع الخاص التمثيلية يعني زارونا في جمعية البنوك زاروا غرف الصناعة غرف التجارة جمعيات الأعمال التقوا مع مختلف الفعاليات فأعتقد تم يعني خلينا أسميها إذا جاز للتعبير عكس بعض وجهات النظر بديش كمان أكون لأنه فيه شيء ممكن وفيه شيء أحيانا قد لا يكون ممكن فالقطاع الخاص إذا شعر بشراكة حقيقية وبدور فعلي وبتهيئة بيئة أعمال مناسبة بكل تأكيد سيكون له دور نعم يعني سؤال أخير دكتور البرنامج بشكل عام لقى ردود إيجابية لكن السؤال ما هي الضمانات لتنفيذ البرنامج وهل الضمانات التي قدمتها الحكومة كانت كافية أعتقد الضمانات اللي موجودة على أولويات عمل الحكومة يعني هذه المرة مختلفة إلى حد ما لأنه اليوم إحنا مش في طرف من الوقت بأي حال من الأحوال وبجوز أهم ما يميز هذه الضمانات بداية هو المطلب الملكي اللي تمثل بالأمس من مجلس الوزراء في ضرورة تقديم تقرير شهري فهذا بيلزم الحكومة بضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة من جانب وأعتقد الحكومة اتقدت إجراء مسبقا بتأسيس وحدة متابعة الأداء والتنفيذ وتم رفض هذه الوحدة بالخبرات والكفاءات والدعم الفني اللازم حتى تكون قادرة على متابعة هذه الإجراءات بالإضافة إلى ذلك المرونة اللي بتتمتع فيها الخطة اليوم مرونة مميزة جدا لأنه تم التأكيد في أكثر من لقاء للحكومة أن هذه الخطة تمتاز بالمرونة وأنها وثيقة حية يعني قابلة للتنفيذ والأخذ والرد بالإضافة إلى موضوع الشراك لأنه مدامة الشراكة موجودة إذن التعديل وارد وقابل وبما أنه الوثيقة حية كمان مرة فهي ضرورية ونقطة مهمة بهمني أركز عليها ختاما اللي هو بصراحة موضوع المشاريع المطروحة ضمن الخطة المشاريع المطروحة ضمن الخطة يعني قد لا تكون غريبة في معظمها أو قد لا تكون فيها مشاريع مدروسة مشاريع معروفة مشاريع فيها مصادر تمويل الالتزام بالتنفيذ وإمكانية التنفيذ واردي ونتمنى إن شاء الله أنه يعني تقودنا إلى الخروج من هذا الوضع للعودة إلى المسار الاقتصادي إذن الالتزام بالتنفيذ الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق شكرا جزيلا على هذا شكرا جزيلا